افتتح سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث مساء أمس الخميس أسبوع التراث العماني ضمن فعاليات التراث الثقافي في البيت الغربي بقلب الشارقة بحضور سعادة خميس السويدي مستشار مكتب سموي حاكم الشارقة وعدد من الحضور رفيع المستوى ممثلي سلطنة عمان والمهتمين بالتراث العمانية سلطنة عمان تاريخ وحضارة مجد وثقافة حكاية تسرد هنا على أرض الشارقة وتحديدا في قلبها النابض بالتراث فبحضور سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث وسعادة خميس السويدي مستشار مكتب سموي حاكم الشارقة ووفد رفيع المستوى من عمان الشقيقة دشنت فعاليات أسبوع التراث العماني ومعها يسرد أبناء السلطنة قصة تراث آبائهم وأجدادهم المليء بالعراقة والأصالة والتنوع أسبوع التراث العماني في الحقيقة أسبوع حافل لأنه يعتمد على جغرافية عمان ويستعرض تراث عمان من مناطق عديدة سواء من الظاهرة والباطنة أو منطقة ظفار فبدأوا بالعيالة وهو الملف مشترك بيننا وبينهم وأيضا بيننا وبين عمان ملف العازي وملفات كثيرة في الحقيقة وهناك طبعا ملفات خليدية أكثر كمهنة الصغارة والصيد بالصقور والنخيل وهناك أشياء عربية أكثر الخط العربي والعمارة الطينية فعاليات الأسبوع تضم منصات عديدة تطال الحرف التراثية والمشغولات اليدوية كالنقش على الخشب والرسم على الفخار بجانب تنقية اللوبان العماني ومشتقاته وصناعة الدخون والعطور والمشغولات الفضية العاكسة عادات وتقاليد أبناء سلطنة عمان طبعا هذه المشاركة تمثل لنا الكثير من ناحية إبراز المنتج العماني بصورة مثل هذه الفعاليات وتبرز الحرف العماني في إظهار حرفته اللوبان طبعا من محافظة الضفار في صلالة من سلطنة عندنا في الخريف اللوبان يمشي بدرجة كبيرة ما شاء الله يعني بالجوان يشتريوا أهل الخليج للعلاج للتدخين للأعراس للمحلات التجارية يستخدموا في التعطير في التبخير في الأكل حتى السابع والعشرين بإمكانكم خوض رحلة ممتعة في قلب الشارقة بنكهة عمانية أصيلة كحضور عرض الفلكلور العماني وتذوق الحلوى العمانية وغيرها من الفعاليات برنامج أسابيع التراث العالمي يأتي في ظل السعي المستمر لمعهد الشارقة للتراث للتعريف بثقافات الشعوب والتواصل والتفاعل معها بما يساهم في الحفاظ على التراث وصونه ونقله للأجيال القادمة لأخبار الدارة لم يأل مازمي من قلب الشارقة ترجمة نانسي قنقر